السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكل اخواتي وحبيبي وكل محبين وصفات رهيبة. وحشتوني احلى اخواتي يا رب تكونوا بخير دايما وبصحة وسعادة وهنا. عملنا مع بعض الصابون الشاور من كم يوم? مش من كم يوم غالبا امبارحة واول صح كده? وكان حاجة كده امر. يعني توفير التوفير لان زي ما قلت لك هتروح تجيب يا بنتي صابونة وشاور دلوقتي. سابون بريحة بعشرة جنيه اقل صابونة. مش هتكمل يومين معك على الحضوة اللي اها باشت. يعني معرفش للصراحة ان هي بجوج بصرة عديبة اليومين دور اوبر صح؟ واخديين بالكو ولا انا اللي بيت هياه? الله العظيم. اللي حسستها متكملش يومينة على الحدوة اللي اها باشت او ببخارت كده يعني. تمام? فاخنا عنيعمل لأ سابون صلب كده الها سابونة وقت تلات سنين على الحد. تلات سنين امر ما يحصل لها حاجة كده ولا حاجة كده ما احصلتش قبل كده على اليوتيوب. سابونة المدة صلاحيتها تلات سنين. على الحد ما يحصل لهاش حاجة. لحد ما تزهق منها ترميها. بص ايه رأيك بقى في القمر ده. فالنهار ده هنعمل استوان الصلب بطريقة سهلة جدا. اسهل مما يكون هو توفير التوفير. بحاجة اصلا انت بترميها بس ايه? البركة فيها. اول حاجة عاوزاها. طبق صغير كده زي ده. تمام? وتحطيلي في حاجة ننة من المياه. حلوة حاجة ننة دي. نون ومياه. ليه نون ومياه? عشان هدو بمعلاقة من البطاوس. تمام? بس كفية نون ومياه ده كده. بس كده. هدو بمعلاقة من البطاوس. طبعا الناس جديدة هفتضم للقناة بطاوس على السابون يا راجع. انا عارفة ان انا خنقتوكو اكسين بالليل. اه السابون بتعمل بتعمل عليه بيتحطي بطاوس. اي سابون بتعمل بطاوس يا امراتي. بس احنا مش بنستخدمه الا بعد اربعين يوم بيكون مفعول البطاوس راح تماما. اي سابون في الدنيا سابون صليت صابون الغار زي ما قلت لكم. اي سابون بتعمل بيه الطاوس. فما تلاقيش لو انت جديدة. تمام? بعد كده اصلا هتتعودي على البطاوس وهتاخذي كوباية صباحا. هتاخذي كوب قبل. لأ كل الناس اللي عادة تفرج عليها دي خلاص البطاوس ده بقى بيتهم زي وزي الملح. لو ايه روحي يا واد هتكسين ملح وبتنين جليل الطاوس كده يعني. احطت هنا معلقة من البطاوس. بيبقى بالمنظر ده اشور. تمام? اسمه في الدول العربية عندكم دي بوشار. اسمه حجر تسليك المجاري. اسمه كترونا. في حد بياني قال لي اسمه باتش. صح كده? لو كلمة بتاع باتش ده صح? قولولي عليه. هل فعلا البطاوس في الدول العربية اسمه باتش يا جماعة? فلو كان وفي حد والله قال لي اسمه بان كوتسيك صح كده? لو الحاجات دي الفوناتكس بتاعها صح? قوليه يا راشا صح? نقولها بعد كده لاني في ناس بعد اقول كده دي بوشار وكترونا قولك طب هو يعني ايه برضو في الدول العربية? فهل فعلا اسمه كوتسيك واسمه باتش صح كده? هناخد منه معلقة. احنا في مصر اسمه بتاع سهلة. مش عارفة ليه مع قديد اسمه في الدول العربية. استأذن دي بوشار دي كلمة فرنسيوي بقى. بصوا كده. هناخد منه بسم الله بسم الله. هناخد منه يا غالية معلقة. هنخطها هنا ايه? في النون والمية اللي احنا حطناه. طبعا يفضل النون والمية اللي احنا حطناه ده ان هو يكون سواني بسها في الكيس عشان ما ياخدش رطوبة. ان هو يكون ميت ورد. عشان تطلع السابونة كده رحيتها حلوة وامور. تمام? قلنا اللي اخواتي اللي نضموا جديد للقناة بنعمل اختبار كده سهل اسهل مما يكون. بتحطيها في شوية مية وتقلب. الطبق سخن في ايدك يبقى كده حلو مش واخد رطوبة كميل وصفتك عادي. طلع معاكي ابخيرة وطبعا الابخيرة دي مش حاجة حلوة يعني بس هو طلع معاك ابخيرة تبقوني بعد نفسك عنها. معنى كده ان هو حلو وجودته حلوة عايزه لك الطبق مولع. تمام? فتكملي بالوصف. لا ده يا راشا بارد بتاع مش عاوز يفك معايا خالص. لأ حضرتك ده كده واخد رطوبة. حبت عليه كوبات سابون سايل ودخل يا بنت مساح الحمام وروح نمي. لكن ما يبقاش بقى فتكملي الوصفة حرمت بوز المتالية البتاحة. تمام? كده هو دب معايا خالص. اهو. لأ لسه في حبة هتتكلم وسبت حب. شوفتي بقى هدوبه كويس جدا. اول لما يدوب معايا بقى كده خالص باركنه. عشان انا مش هنفع. اوبا وقع على ايدي. طيب. لو بفرض ان هو وقع على ايديك زي ما وقع على ايدي دلوقتي كده. حضرتك بتجيب الخل. لحظة تمام? يبقى انت حضرتك كل ما تيجي تشتغلي ببطاص. زي حالاتك كده هو. باكلمكم ازازة الخل جنبي. لان انا جنبي قروض صغيرة ببقى جنبي زي ما انتم عارفين لو جي بتيجي تبلطج عليها وانا قاعدة. فلايزم وانت شغالة بحاجة فبطاص يكون جنبي كده ازازة خل. لقدر اللو جي على ايديك حاجة. تحطي شوية من الخل كأنه لم يكن. تمام تمام. طيب هنعمل ايه تاني? حاوزة بقى نص كباية من الزيت. انا النهاردة مش اشتغل الا بنص كباية بس. ليه يا روشة نص كباية بس? لان يا حبيبة قلبي انا لسه مبارح اعملي لك صابون الشوار. وقابليها ما كملتش يوم عملت لك صابونة الحرير للشعر. وقابليها بيوم عملت لك صابونة الغر للشعر. فاليحنا كل يوم حرفيا بنعمل صابونة. فحضرتك بليز ما ما تهلكيش حبة الزيت اللي عندك. لان احنا عارفين ان الزيت ولا على اليومين دول. فبدل ما روح يا فرحتي اعمل خمس ست صابونات. واجي بعد كده لايه ايه ده صابونة الحرير دي امر ولا صابونة البروتين بقى ده كل التعليقات الجاي على صابونة البروتين. فاذا لا ده انا ما عندي الزيت. لا فحضرتك كده تقلي. اعملي زي ما انا بعمل. زي ما انا بعمل اعملي. نص كباية هطلع علينا صابونتين زي العسل. تمام? نص كباية من الزيت. لا يا رشد انا عاوز اعمل فرح ابن العمدة. انا يا ست دقتين كده لحد لما البطاس يهدى. هحضر بقى المكونات وارجع لكم يا احلى اخوات. حلوة الحتة دي. هحضر المكونات وارجع. تنفع مطلع اغنية. وايه. لايكات باعمل ما رجع لكم. وارجحت لكم يا احلى اخوات على المجرة. هجيب طبق اعمل فيه. تمام? حطت فيه نص كوب من الزيت. ده طبعا زيت بقى نضيف. هاتي حضرتك زيت اكل مفيش مشكلة. نضيف يعني زيت قصدي تموين. ممكن تشتغل بيه مفيش مشكلة. يعني مش لازم بقى اللي هو خاروع وزيت جوز هند والجو ده. ما تقيلش على نفسك خالص. لو عندك زيت تموين نضيف اشتغل بيه مفيش اي مشكلة. النهاردة هنعمله بطريقة اقتصادية خالص اللي هو ايه? لا. انا توفير لان الدنيا مولع بره زي ما انتم عارفين. كمان? فطبعا واجبنا ان احنا ايه? نقول اي حاجة فهتوفير لكم. شوية البطاس زي ما انت شايفة كده هديو هحطوهم هنا عليه. بس الباقي كده كويس. اشتغلتها. هنقلبه بقى. ارجوك ما تتصرعيش لو انت معي جديدة. وتحطي البطاس وهو سخن. عشان هتحطيه سخن هتلاقي الزيت طفا معك على الوش. فبليز ما بوزيش المتاريال بتاعتك. للمرة المليون بقول لك ارجوك ارجوك اتفرجي على الفيديو بتاع اصرار الصابون السايل. علشان استحالة استحالة هتعملي بعد كده صابون سايل وهيبوز منك. بيعلمك كل التكات والحركات. ازا اطلع الصابون صلب? ازا اطلع الصابون شفاف زي بتاع برة? ازا طلعوا ريحته حلوة? ازا ريحته ما تتلفش بعد كده? ازا رقوته ما تقلش بعد كده? ازا ما يبقاش مدهنن بعد كده? كل دي تكات موجودة في الفيديو بتاع اصرار الصابون السايل. لو عاوزاها اكتبيلي تحت في التعليقات ابعت هالك لاني ده اكيد هيجي عليك يوم وهتحتاجي الفيديو ده. فبليز اتفرجي عليه قبل ما بوز الخماد بتاعتك. تاني حاجة فيديو الصابون الصلب. بيعلمك ازا تعملي اعشان الصابون يتصلب بسرعة. تعملي اعشان الصابون يبقى ريحته حلوة. الصابون ما يبقى الساكنو مزيت. الصابون ما ينطرش حاجات بيضة كده على الوش. كل فيه كل التكات بتاعت الصابون الصلب. برضو لو عايز اصرار الصابون الصلب اكتبيلي تحت في التعليقات. فيديو هيد مش هياخده من ايدك عشر دقيق او ربع ساعة. هيطلعوكي استازة ورئيسة قسم في عمل الصابون السايل طبعا واللي زيه البرسيل. واستازة في الصابون الصلب وطبعا الشاور نفس الكلام في صابون الشاور. لو عاوزة الاتنين دول اكتبيلي تحت في التعليقات ابعتهم لك. هنقلب بقى كويس كده زي ما انت شايفها كل ما نقلب كل زي ما القوان بتاعة وبيتقلم معنا واحدة في واحدة. عايزة تحطي في الخلاط حطي. عايزة تعملي بالهند بلندر عملي. زي ما قلت لك قبل كده السر في التقليب. يعني ما تجيش تزهائي تعملي كده مرة اتنين فخلاص يلا نحط بقيت الحاجات فتبص تلاقيه في الاخر زي تزد طفع الوش. لانت كل ما قلبت كل ما صرحتي من عملية التصابون. يعني لو ايه بدل ما تاخد منك يومين? لا هتاخد منك يوم وهكزا. وعايزة اقول لكم برضو ان الجو يا جماعة وحش اليومين دور جدا. يعني جو الساعة اللي احنا فيه ده مش بيخلي الصابونة تنشف بسرعة. يعني مسلا فيه ممكن الصابون في العادي ينشف معك في يوم. في الجو اللي انت شايفه برة ده الساعة التلج ده ده بزبط كأنك مسلا ايه? لعرفة بالبلد كده عملت الصابون فخدته حطوته في التلجة. فطبعا عمره ما هينشف ده بالزبط. فعشان بتده مسلا لو انت عملت صابون بلدي قاعد معاك يومين ما نشفش صبوري عليه. لاني فعلا الجو لأ كله رتوبة وساعة فده بيأثر على الصابون. مش اللي هو ايه ده? لانا قعدت يا رشا يوم وما نشفش اتبقى اخده اصلحه. تبقى اخدر مية الجو ده? لا. يتقالي عليه بقى ينشط براحكه لاني فعلا الجو مش حلو. زي ما انت شايفه يا قلبي. برضو تعملت ان انا افضل معاكو عشان ايه? اواريكي القوام المزيكة بتاعي. طيب دي صابونة شور. حلو جدا. عاوز حاجة تخلي ريحتها حلوة. لو انت الحاجة دي مش عندك سبوري هقولك هتعملي ايه دلوقتي? تمام? زي ما قلت لك انا عايزكي تعمليها ببلاش يعني اللي هو بالامكانيات اللي عندي في البيت. انا عاوزة احط هنا شوية من مسك الطهورة. اللي احنا عاملينه على القناة اللي انا قلت لكم اعملوه. عارفة لما انا قلت لك اعملوه دي اللي هو ايه? يا بنتي حلو اعمليه. ريحته رهيبة. مخمرية سايلة. الفزلين سايل. كل دي مسميات لي. تحطي على جسمك وتحطي على شعرك رهيب. ريحته تحفى ترتيب ما بعده ترتيب. حاجة كده امر. تمام يا غالية? تمام يا غالية. هحطي منه هنا بص في النفس المعلقة اللي كنا بنعمل فيها البطاس لاني مش لاقي معلقة الصراحة. اهو. بص القوان بتاعك نعمل ازاي? كنا عاملينه هنا اهو. تمام? هاخد منه شوية هنا زي كده. ريحته مش مستنيه ان انا اتكلم عن ريحته الناس اللي جربوه هم بقى اللي يقولولك ريحته. رهيبة رهيبة. وبمكونات بسيطة. طبعا انت عندك مسكة طهرة جاهز حطيه هنا مفيش مشكلة. ده هنا طبعا كنا عاملينه زي بالفزلين. فكده كده هيديني ترتيب ما بعده ترتيب. تمام? شفتوا ما شاء الله الصابونة عاملت اجمد ازاي معنا بسهولة خالص وحنا لسه عاملناش حاجة. فطبعا هيديك ترتيب ما بعده ترتيب زي ما احنا متعودين مع بعض. عشان في فزلين. وفي نفس الوقت هيديك ريحة. مع زر امارات التصوير عامل يفصل عشان الموبايل عايز يشحن. زي ما انت شايف كده بقولك القوم بتاعه ما شاء الله عامل يتقل خالص. برضو ايدك فيه ما تسبهوش. تمام? هننزل عليه بشوية من الملح ربع معلقة. وينص معلقة من السكر. طبعا ملح بيساعد على تصلب الصابونة اكتر. مع انها مش محتاجة. وسكر بيعلم عانا الرغوة للناس الجديدة. تمام كده? تمام كده? كل ده امر اوي اوي اوي. طيب يا رشا بقى انا عاوزة حاجة تعلي من رغوة الصابونة. ده صابون بريحة. فعاوزة حاجة تعلي من رغوة. وقولك على سر انا اصلا ما عنديش حاجة معطرة ولا مسكة هارا يا بنتي ولا عملت حتى اللي انت حطوتي ده. احطي ايه هنا? بص يا حبيبية قلبي. طبعا كلنا بيبقى عندنا اللي هو بوائي الصابون بريحة. تمام? عارفة اللي بتسموه بروة ده ولا بروة ما رايش انتم بتقولوه ايه الصراحة? بيبقى بالمنظر ده كده. خدي بوائي الصابون بريحة لها الحتة اللي بتفضل مننا دي. ابشو ريحة وحطيها لي هنا. ولكن انت تخيلي. يبقى انا انضعفت كمية الصابون بتاعتي. خليت زعلية من للرغوة. بدأ مروح اشتري مسلا شاور او اشتري شامبو او كده لأ. طب ما هو هو حاجة بسيطة خالص. تمام? هحطها هنا. هتعلم عاية من الرغوة بتاعة الصابونة. وفي نفس الوقت هت يعني انا كنت هرميها لأ ده انا خدته حولته صابون تاني بمفيش اسهل ولا احسن من كده. بصي ما شاء الله اللي هو اصلا يعني اللي احنا انا عارفة ان مجرد ما احنا صبناه مش هيكمل معنا دقيقة حرفيا ويتلاقيه اتصدق. طبعا بقى هيطلع معاك منقط اللي هو الشكل المنقط اللي انا بحبه دوت. لأ انا يا راشا مش عايزا منقط. ليبقى انت بقى حضرتك تقليبي هنا في المضرب لحد لما اتدويبي اللي هو الايه بشر الصابون اللي احنا هحطنه. بس انا كراشا لأ صراحة انتوا عارفين ان الحركة دي بقى حبها جدا. فالله انا لأ هسيبه كده على وضع. هتديله بس تقليبتين كده. ادخل كل المكونات دي ببعضها. تمام? يبقى انا كده. بدل ما رميت بشر الصابون او بواق الصابون اللي بتبقى عندي? لا. ما تحطهم هنا. هيعلم معي من الرغوة هيعلم معي من الريحة بتاعة الصابونة. وفي نفس الوقت حولتهم لصابون تاني. فهمت علي? بدل ما اروح اشتري شاور جديد. هاخدوا بقى الحاجات ديت اصبها في اوالب. تمام? وارجع لكم تاني يا امراضي. صبتهم كده يا امراض طلعوا اتنين زي ما انا قلت لكم. هسيبهم بقى ينشفوا طبعا مش محتاج ان هو ينشف ده هو يعني خلاص كده ساعة ساحتين بالكتير وهيبقى معنا زي الفل. اول ما ينشف هو وريكي برضو الشكل ويهي ارجع لكم تاني. ورجعنا تاني حبايب قلبي بعد ما الصابون الامر بتاعنا تصلب وبقى حاجة كده مزيكة. طبعا انت يا قلبي عاوزة تلونيها لونيها براحتك بتحط عليها شوية الوان ميكة. لون بنك لون فوشيا اللون اللي انت عاوزها بتحطي مفيش مشكلة. بس زي ما انا قلت لك في بداية الفيديو انا بعملك حاجة اللي هي يعني اقتصادية من الدرجة الاولى. بدل ما تروح تشتري الوان بالشكل فلاني لأ ما فيش مشكلة كده امر جدا ولونها لطيف قوي. وزي ما انت شايفة ملمسها ما شاء الله ناعم هي بصي. يعني ولا كأنك عاملة صابون الدوف. بدل ما تروح تشتري الصابونة عشر جنيه. ما تكفيش معيك يومين على الحود. لا حاجة كده جميلة زي ما انت شايفة كده صلبة. آآ جرب بيها هتعجيبك جدا ولو عايزة وصفات تانية اكتبي لها اكتبي لها بعث لك الوصفات اللي انت عاوزها يا امر. ما تنسيش اللايك اختم الفيديو بالصلاة عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.